تسليح وتأمين القواعد العسكرية الموجودة في العراق وربما في دول أخرى مهددة بالضرب أيضا يعني إن انكشاف القوات الأمريكية في العراق لنحية عدم وجود صواريخ باتريوت دفاع جوي عنها يقيها من خطر الصواريخ الباليستية والمجنحة وربما خطر طائرات مقبلة بات واضحا أما البرنامج الذي ممكن أن تقرره الإدارة الأمريكية لحماية هذه القواعد فهو برنامج مكلف جدا وطويل الأمد يعني ولا أعتقد أن الوضع السياسي حاليا في العراق يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتطوير وجودها العسكري في حين أن هذا الوجود وضع على المحك في البرلمان العراقي وهناك رسائل متبادلة بين الحكومة العراقية والقيادة قوات الأمريكية في العراق وهناك بحث قال عنه الرئيس ترامب في أنه لا يريد أن يبقى طويلا في العراق لا يمكن في ظل هذه الأجواء والتراجعات الأمريكية والوضع الداخلي في العراق أن تقر الإدارة الأمريكية برنامج بمئات الملايين أو مليارات الدولارات من أجل تحصين كل الأماكن التي تتوجد فيها القوات الأمريكية نعم ولكن سيادة العميد البنتاجون هنا أمامنا تصريح يقول فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات لحماية الزنود الأمريكيين ولحماية الحلفاء هل يمكن أن تشرح لنا طبيعة هذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة أعتقد أن الكلام الأمريكي في هذا المجال قديم وهو لم يحقق المبتغى منه يعني هناك كلام عن حماية المملكة العربية السعودية ودول الخليج فإذا تتعرض لغارات على منطقة مصافي أرامكو وهذا أمر خطير جداً على هدف حساس جداً في المملكة العربية السعودية تسقط عليه صواريخ أو طائرات من دون طيار لم يعرف أحد ويصاب بدمار ونرى الولايات المتحدة تفتح تحقيقاً أنه نسبة للوسائل التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية من أجلت رادار انذار وأجلت تحديد موقع وأقمار استناعية مفترض أن تكون في لحظة سقوط هذه الصواريخ على منشآت أرامكو وأن تعرف من أين انطلقت ومن أطلقها وليس أن تنشأ لجنة التحقيق وتنتظر لذلك فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في الوفاء بعودها بعودها بحماية المملكة العربية السعودية من أهم منشآة فيها النفطية وعادت الكلام أنها ستحمي علفاءها ولا أعتقد أن هذا الكلام هو جدي ربما هو استدرار مجيب من الصفقات الأسلحة لأثر والأقادر نعم ترجمة نانسي قنقر